بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعلى سيد المرسلين مرحباً لكم مرة أخرى الإخوان من باب احترام التخصوصات أتلقى أن بعض البرات كان غالباً غالباً ما كان بغيش أن نقش في مواد التي أجدوا نفسي أنني لست متخصصين فيها بشكل كبير ولكن الحمد لله القدر الكافي من المعلومات القدر على المناقشات القدر على التحليل القدر على الاستنبات هذا فضل من الله سبحانه وتعالى ولكن تنقول لو أدي في حضور الاختصاص وبما أن المتخصصين القائم يقومون بالواجب أجدوا نفسي في غين أنني ندخل في واحد نوع من النقاشات ولكن مرة 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 ماشي عايب أن الإنساني منك تكون شيء أشياء غير عادية ماشي عايب أن الإنسان ينخلط في النقاش ويقول رأيه أمر يتعلق بالموت ديال المدعو قيد حياته سيد القبني وأنتم تعرفون الشخص هو شخص معروف وجاء المغرب وسبق لي أنني حضرت لي شيء ما طولت شغيرة ودخلت وخرجت في حالي بتكون ندوة دياله صراحة رأيه فيه كرأيه في جميع من يسمون نفسهم تنويريين العرب أو الذين هم حقيقة ملحيدون العرب لأن هذه الناس التي لديهم رأيه صراحة أنا قرأت في شبابي فرح الفترة من الشباب في الكلية قرأت عن الإلحاد وفكرة الإلحاد والملحيدين في الغرب قرأت خاصة باللغة الفرنسية قرأت حتى باللغة العربية ومعني فكرة على الموضوع ولكن حينما أستمع إلى هؤلاء الذين يسمون أنفسهم الملحيدين العرب أو التنويريين أشفق عليهم أشفق عليهم كثيرا لأنه لا هذا قمني ولا واحد دون ذلك الأسماء صراحة مجموعة من المهبيل أشفق عليهم لأنه يسعون حتى للإلحاد مثل قلوب الدارية المغربية حتى للإلحاد ضربوا الاخلاب لأنه يأتي للعرب لا يوجد فكرة لا يوجد لا يوجد لا يوجد فكرة مجموعة من المهبيل مثل أن نأخذ هذا القمني لا يوجد فكرة لا يوجد فكرة أو خمسة لذلك لا يوجد فكرة 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 كلام كلام يعني تهجوم إنها مجموعة من المهب لا يوجد فكرة يعني أنني مرارا كان أريد أن نقحم نفسي في هذا الموضوع لأن انني الحمد لله فضل من الله سبحانه و تعالى لدي بالآليات أنني نقش لا على المستوى الديني ولا على المستوى الشعر ولا على المستوى الفكر على المستوى الفلسفية و على المستوى الفكر بشكل عام ولكن لم تكن عليها ذبح خصم خصم قوي الذي لا يمكن أن تنقشه أو أن تنقشه القلعبات الكدوب الإسفاف النفاق يقول أنه مخصوص صغيرين أو شابات مساكن لا أقول لكم أنا أرأت 53 سنة أو أتحدث أشياء في الشباب أنا كان معي مجموعة كانوا مرحبين في سنوات الأخيرة التناوية ونمشي إلى الكلية حتى هذا الفكر كان سائل وكان أعرف ماذا تتحدث عندما تجلس تجمع عليك الناس الذين يدخسكم شيء من الأبلسة هذه الكلمة أخذها من اسم إبليس ما معنى تقول هذا الذي يريد به أنه في التعامل مع المسلمين بشكل عام الذين يحاملون فكر الإسلامي يجب أن يكونوا تشياطين تبيل له أنك مسلم لكي ينفرش منك لكي تقلعوا بالفكر هذا ليس فكر هذا ليس فكر هذا يشياطين هذا ضعف الحجة وإذا كنت أنك واتق من نفسك واجه الناس وانت تحديث عن ما لديك فاحترابهم واحتراب أفكارهم واحتراب معتقداتهم واجهتهم بالأسفل ولكن تستعمل أبلسة على رشول الشياطين أنت تجاوز مرحة الكفر إلى مرحة النفاق ومن هناك نجوي مكان القوف في الآيات القرآنية وفي الأحاديث النبي يتحدث على الكافرين يقول أن العقاب دياله هو النار ولكن حينما يتم الحديث على المنافقين الله صحوز على يقول في الدرك الأسفل من النار يعني أنه واحد في هذا سيكون تحت من فرع سيكون تحت من القارون سيكون تحت قاب تجاوز مرحة الكفر إلى النفاق والنفاق أخطر من الكفر هذه هي أيضا إشارة لا يبدو أن نتعمق في المدينة لأنه لا يجب أن نقش المدينة ونصلي أحد ونصليها في الأخر أجل الجزء يحويز وقالوا يجب أن تتحدثون أنك تتشمت فيه وأنه مات وخصوم يترحمون عليه أن الشامعة لا يجب أن نقشها وإن أنها جائزة في الإسلام لأنه شخص يقول لك الله لا يمكن يتحكم على الرسول صلى الله عليه وسلم أحد الأن سأتحكم على الرسول لم يكن أن ينقش المدينة وإن كان من أن يتحكم لأنك تشهد الإنسان وعقيدته وفي المقدسات وإنه وما أعلن لا تخلص المدينة إن لم أعدوا أن لا تتحدث عن الموسيقى أو يعزف أنت تتحدث عن أو أنت تقلص تقلص أنت حرمت إنه سأتحكم او غيش مت فيك اخواني يقول لا تترحموا عليه اقول اي ما تترحموا عليه على اي اساس ربي لا يرحمه ربي لا يرحمه ربي لا يرحمه هو لا يؤمنون به هذا العباد هذا العباد السيد يقول انا لا تغسلوني لا تقرع عني القرآن لا تدفلس بطريقة الاسلامية و تقول ان تترحموا عليه هذا العباد ستترحموا عليه او اليهود او اليهود او المسيحيين وهو لا يحسوا بلد توحدين توحد لا يحسوا بلد تشي من الله كيف يترحموا عليه هذه الناس لان بحال نعطيكم ميتة بحال واحد الشخص ماتين شخص عنده خلاف مع الحكومة المغربية و يصبوها صباحا ما ساء ولا يؤمنوا بأن هذه الحكومة انها شرعية يطعنوا في شرعية الحكومة المغربية بكل مكوناتها و يصبوا المغرب ماتين شخص اجنبي و يطلب تأشير كيف يتعطيك تأشير كيف يتعطيك تأشير لدولة التي لا تؤمنوا بها ولا تؤمنوا بحكومتها وتسبوها وتسبو شعبها كيف يتعطيك الناس تأشيرها كيف يتدخل لبلادهم لان ان تقول الله يرحموا يعني تطلب لي الرحمة والرحمة هي الجنة والعدام هو النار كيف تطلب لي الرحمة و لا يدخل الناس و لا يؤمنوا بها أنا لا أفهم أخيراً لكي نختم على غير نقاش فردته لأن اخوان اكتبوا لي و قلتك رأيك في الموضوع الغريب في الأمر سبحان الله سبحان الله و قلت لكم مرة أخيراً لأن هناك شخص في الدنيا لا يفعل شيئاً قد لا يعرفون الناس هو عند الله كبير و هناك شخص في الدنيا كبير و عند الله لا يفعل شيئاً الطفل ريان لا يرحمه هذا الطفل في قرية في شمال المغرب في منطقة جبلية لا يكاد يعرفه إلا أهل قريته و ليس كله هم لا يفعل ذلك أخيراً و هو منطقة جبلية أخيراً في جنازة لهم ألاف ألاف ديال البشر هذا السيد هذا الطفل هذا قامت الدنيا من أجل إنقاذه هذا الطفل عز فيه ملك البلاد هذا الطفل صلوا عليه الناس صلاة الغائب في مجموعة للدول الإسلامية دار عليه العجب وهو طفل الخمس سنوات القمني كان ديما يخرج في القنوات عدد البشر الذي يعرفه بالملايين ولكن في القناة لم أحضرتها واحد واحد كمين شديد للملحيدين بحاله شوف الخاتمك يا رتفل عنده خمس سنين عز فيه العالم كله صلاة عليه الملايين للبشر واحد كان إذا قارن الدكتور أو السيد القمني برايان لا علاقة شوف القدر إليه يا سبحان الله سبحانه وتعالى طفل العالم كله والناس ادعوا بجميع الديانات و بجميع اللغات و سيد القمني نفسه من العزاء يحسبون على رقوص الأصابع و ماذا تريد؟ شوف هذه الأآية من الله سبحانه وتعالى شوف حكمة إليه من تخرجها من الدنيا من بودا و تقولوا هنا في عدنا تقولك تقافتنا مغربية تقولك شهود الدنيا و شهود الآخرة أنا كنا عرفت عدد النادي من نص بوسطاء في الجنازة ديانهم نشو معهم الآلاف ديان البشر تقول لكم قصة بسيطة و هي معروفة في التوراة التوركية لا تتعرف حل معه الإنسان تكون عن فضوها لأن الموازين تختلف لأن ميزان السماء ميزان الأرض و معايير السماء ميزان الأرض كان شيخ في الإمبراطورية العثمانية في الأستانة في إسطنبول تقول لهم مرتوء أنت لم تنتي و لم تنكتها واحد أنت موت جيفا قال لي ألمني سوف يموت سوف يصنع لي السلطان نفسه السيد في الأن مات دعوا الناس من كترس من الناس لا يحبلونه والناس يكرهونه دعواهم من يحفظ في الشارع تحفظونه كان من عادة السلطان سليمان القانوني أنه يخرج كان يدرونها بزاف ديان الأمراء من أمار الرشيدة و هذا بزاف ديان الأمراء و ديان الملوك كان يدرونه أنه يسعرونه و يدرونه و يتفقدونه يتفقدونه أحوال الرعية يتفقدونه حقا السيد مني يحمل هذا قد أنه يدرونه لأنه لا تريد أن تتواعد و هذا يسعرونه فاسق و شكير و تتواجدونه و لا تنكتوا لم يكن يكتوه لماذا كانت السيد؟ السيد كانت الشيء الخمر يأخوه ويأخوه في المجرى الوضع يخسر المال يخفف على المسلمين لا يشرب واحد المسلمين ونقص على المسلمين يمشي المواخي ويمشي المميسات ويأخوه 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 لماذا تخفف على المسلمين ويأخوه 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 لا تتعلم ويأخوه في ذلك الوقت قال لي سليم القانون أنا هو السلطان ويأخوه هو اللي غسله هو اللي صلى عليه صلاة الجنزة وأمر حتى ويأخوه ويأخوه سلطل وليس لن أخوه ويأخوه هذه عبرة سيطة كنت تكون معروف ونهار تموت تدفن بطريقة جيفة تدفن بطريقة جيفة تدفن بطريقة جيفة حيث لم يتموت لك شيء بهم تحفر شيء حفرة وقد تدفنها هذه العبرة بالذهاب بطريقة جيفة كما تدفن البهين حينما تدفن بطريقة جيفة تنفق ولا تموت حاليا لما تلوه شي خنزير ونحفر وليه يدفنه هذا هو الخطير الذي خرجة ابنتو قلسة قلت له كأبو عالي؟ كيف كأبو عالي؟ فهو كأبو عالي؟ فهو كأبو عالي؟ الناس يدفنون بالألاف البشر وعزو فيهم الملايين البشر ومشون وراهم المقبرة بالألاف البشر وابوكي يدفن مثل البعير الأجرب فهو كأبو عالي؟ هذا هو كأبو عالي؟ هذا هو إشارة نزوله عنده رغبة الإخوان والأخوات التي طلبوا من هذا الموضوع لا يمكن أن نتوسع فيه لأنه يوجد الكثير من الأمور خاصة من الأمور أنا لدي فيهم أتقال ولكن لا يمكن أن نترك الاختصاص ولكن إذا طلبوا مني أن أقول الرأي فهذا هو الرأي إذا كنت لا تؤمن فمن الأجدر أن تحترم عقائد الناس احترام ما يعتقده الآخر سيد القامل لم يكن مفكراً كلمة مفكر كلمة كبيرة مفكر جاءت من الفكر والفكر أصل الكلمة هي الفكرة سيد القامل لم يقدم فكرة لم يأتي لي جديد لم تأنه أعطى لي نفسي الحق في أنه ينقد أو ينتقد النص القرآني أو الحديث أو ينتقد شخص شخص الأنبياء ما دهش بالعين لما محمد طلع للسماء تلقى أخوه موسى وما أعطاه هذيك العصاب كن أعطاه العصاب هو يعيش في بيئة جافة يعمل بها كلام كلام سوقي رخيص لا علاقة له لا بالفكر ولا بالفلسفة ولا بالعلم ولا بالدين ما نقول لكم يعني الضحك على الدقون وهو الآن راه مش هل واحد عالم أعرف في الحقيقة سألني يوما أحد الملحدين وقال لي إذا مت إذا مت هذا هو الصحيح هذا هو أجل الإبع الفرنسية كنت أقول لكم بالعربية إذا مت واكتشفت أن كل ما تؤمن به باطل ترمعينك مسلم إذا جاءت لن يكون عندي مشكل المشكل عندك إذا مت واكتشفت أن ما أؤمن به صحيح أنا إذا مت على دين رسول الله وعلى دين الإسلام ومشيت وقيت بأن هذا شيء ما كنت ولو أننا نحن مسلمين عقدين ونحن نؤمن إيمانا قطعيا أننا على صوء أن كل ما نؤمن به هو صحيح ولكن فرضا إذا مشيت لا يقال لي شيء مشكل والإنسان عاش حياته نقي المشكل عندك أنت لي لمشيتي ولقيت أجلك الأمن به أنا صحيح وخط الرجعة ما كنش شكرا وإلى لقاء آخر إن شاء الله شكرا 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 شكرا